موسيقى الدولة ليست إلها معبودا وليس لها رموز ولا معنى لابتزاز الناس بعبارة رموز الدولة ولا لتخويفهم من الحديث عنهم من تصدى للشأن العام فقد وضع نفسه في الواجهة ومن كان في الواجهة فعليه أن يتحمل الواجهات عرضة لكل شيء وما كان سهل الانكسار لا يصلح واجهة لشيء الناس لا ينتخبون حكامهم ليجعلوا منهم مقدسين يتمسحون بهم رأينا رؤساء يصفعون ولم يتحدثوا عن رموز الدولة رأينا رؤساء دول عظمى يقذفون بالنعال ولم يتحدثوا عن رموز الدولة ورأينا رؤساء يشتمون ولم يدعي أي منهم أنه رمز لشيء الرئيس مواطن اختاره الناس لتسيير شؤونهم وليس وثنا يلوذون به ويستنزلون باسمه ماء السماء الحرية ليست منة من رئيس ولا من غيره الحرية مثل النسيم عطاء إلهي لا سلطان لأحد عليه رئيس بعهدة محدودة معدودة وليس ربا يعبده الناس يطلبون جنته ويخشون ناره من ادعى أنه رمز الدولة أعادها مرة أخرى نكس رؤوسا مرة أخرى بعد تقبيل كتفه ينحني مدعي السيادة الوطنية أمام رمز الدولة الفرنسية ومقابل هذا التمسك بالسيادة الوطنية نال رضا الجهة الحامية التي أعربت عن رضاها على مساره الديمقراطي ماكرون ترك رمزيته في تونس فصفعته مواطنة فرنسية وتبقى الشعوب التي تصفع رؤسائها أرقى من الشعوب التي تقدس حكامها يتحدث عن حرية التفكير يجعل منها شرطا لحرية التعبير يعني ليس لك أن تعبر إلا إذا كنت ذا فكر ليس لأحد سواه أن يعبر لأنه وحده الذي يفكر صاحب الفكر الأوحد تمكن في عام واحد من تدمير دولة عمره أكثر عمرها أكثر من ثلاثي آلاف سنة صاحب الفكر الأوحد تمكن في عام واحد من تدفيه السياسة والأحزاب والمنظمات تمكن من تفريس دولة وضرب اقتصادها وإفراخ السوق من كل المواد الحياتية صاحب الفكر الواحد هذا هو الوحيد الذي له حق التعبير لا تطلب حرية أيها الرعية لا تطلب حرية بل مارس الحرية إن رضي الراعي فألف مرحبا وإن أبى فحاول إقناعه باللطف والروية قولي له أن يشرب البحر أو أن يبلع نصف الكرة الأرضية ما كانت الحرية اختراعه أو إرث من خلفه لكي يضمها إلى أملاكه الشخصية إن شاء يمنعها عنك زواها جانبا وإن شاء يمنعها قدمها هدية قولي له إني ولدت حرة قولي له إني أنا الحرية إن لم يصدقي فهاتي شاهدا وينبغي في هذه القضية أن تجعل الشاهدة بندقية أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في هذا العدد الجديد من اللقاء خاص نستضيف في هذا العدد عضو جبهة الخلاص الوطني الأستاذ جوهر بن بارك أستاذ جوهر مرحبا بيك أهلا وسهلا بيكم بكل مشاهدات ومشاهدين مرحبا بيك أستاذ جوهر قمة فرانك فونية عقدت في تونس خلال الأيام الماضية تستضيف تقريبا أكثر من ثمانين دولة في تقديرك لا يعتبر أن قيس سعيد نجح في تكسير جزء من عزلة الدولية التي تقريبا صحبته لمدة تفوق العام يعني هو بطبيعة الحال نحن جبهة الخلاص عقدة ندوة صحوفية في الموضوع وأعتبرنا أنه العقاد القمة في تونس هو نجح لتونس وثمنا هذه القمة ورحبنا بظيوف تونس ولكن المشكل هو أنه قيس سعيد مباشرة بعد هذا يحاول أنه يستعمل هذه القمة والحضور الدولي لتسويق منظومة استبدادية منظومة غير ديمقراطية تتنافى والقيم التي قامت عليها منظمة الفرانكوفونية ومثاق الفرانكوفونية ونحن طلبنا من الوفود المشاركة والدول المشاركة أنها لا يتم توظيف هذه القمة التي تأجلت يعني نعرف أنها تأجلت عام كامل نتيجة الوضع السياسي والظروف السياسية التي تمر بها تونس حتى لا يتم استعمال هذه القمة وهذا الحضور الدولي لإدارة المعركة السياسية الداخلية الوطنية نجاح القمة هو نجاح لتونس ولكن أعتقد أن أداء رئيس الدولة رئيس السلطة القائمة في هذه القمة كان أداء ضعيف خطابه كان ضعيف خطاب يعني محشو بالعموميات وخطاب غير سياسي ثم يعني اللقاءات أو المشاهد اللي خرجت على القمة وطبيعة العلاقات خاصة مع فرنسا كانت ربما فيها حتى ضرب للسيادة الوطنية وشيء مؤلم بالنسبة للضمير التونسي والضمير الجمعي لتونس في علاقة بشخص يتهم خصومه بالاستقواب الأجنبي والتمسح على عتبات الصفرات الأجنبية والدول الأجنبية في حين أنه هو وحكومته هم أكثر الأطراف اللي يلتجوا إلى الأجنبي ويوظفوا العلاقات الدولية للدولة التونسية للشعب التونسي في إدارة المعارك السياسية كان مخزي ومخشل أن يشير رئيس الجمهورية في مرات عديدة في حضور الوفودة الأجنبية والدولية إلى المعارضين السياسيين ويشتم المعارضين السياسيين ويشتم المعارضة السياسية ويحاول تصفية حسابات داخلية أمام في محاضر دولية وفي محافل دولية سواء استضافتها تونس أو تنقل لها هور إنها نفس الشيء في القمة العربية في الجزائر ثم في استقباله لكل الوفود الأجنبية لما يستقبلها في قصر قرطاج كان همه الوحيد هو إقناع من يخاطبهم بأن معارضيهم من الجراثيم والفسدة والخوانة يعني اللغة الفاشية مش فقط تستعملها في الحوار الداخلي أو في الجدل السياسي الداخلي وإنما أيضا يوظفها على المستوى الدولي أنا أعتقد أنه فشل في توظيف القمة داخليا لأنه يعني الوضع الأزمة لم تنفرج بعد قمة للأزمة الاقتصادية ولا الأزمة الاجتماعية ولا الأزمة السياسية لم تنفرج لا قبل القمة ولا بعد وعكس منشيات المجابة الخلاص الوطني في ترحيبها بإنعقدة القمة الفروكفونية في تونس عديد الأطراف السياسية تقول لك أنه عقد القمة في تونس عنده دلالات ثقافية سلبية جدا خاصة أن القمة الفروكفونية تعتبر حلقة من إحلاقات الإلحاق الفرنسي أو الاستعماري للبلاد التونسية البعض كان ينتظر من الجبهة موقف أقوى للتعبير عن الموقف الليتماهى ربما والضمير الجمعي لمتماهي مع هويتو اللي تعلي من اللغة العربية عكس ما تهدف ليها القمة الفروكفونية شوف أنا لا أعتقد أنه انخراض تونس في المجامية هذه الإقليمية أو الجهوية أو الثقافية يمكن أن يمس من الهوية الوطنية التونسية وهوية الشعب التونسي واللغة العربية أنا أعتقد أنه تونس يجب أن تكون موجودة في كل هذه الفضاءات كما يعني فضاءات دولية أو إقليمية هذا جزء أيضا من هوية تونس ومن هوية الشعب التونسي اللغة الفرنسية حاضرة أيضا في الضمير الجمعي لشعب التونسي ما يشي لكن ليش خونسر ما أنا سألها يعني صحيح ولكن انفتاح تونس على المجامية الإقليمية هذه مفيد لتونس مفيد لاقتصادها مفيد لسمعتها لرواج سيت البلد لكن هذا لا يعني أبدا أنه هناك تنازع بين اللغة الفرنسية واللغة العربية واللغة الإنجليزية نحن الله يجب أن نتعامل مع هذه المواضيع بعقد نحن شعب عربي لغتنا عربية لغتنا الرسمية عربية نفتخر بهذا ونتقن اللغة العربية ونحسن الحديث باللغة العربية ونطور اللغة العربية ونكتب باللغة العربية ونقرأ باللغة العربية وندرس أبنائنا باللغة العربية لا أعتقد أن هذا هو موضوع الصراع الحقيقي الصراع هو صراع آخر من نوع آخر ربما المسألة تتعلق بالموازين القوى الدولية والعدالة في العلاقات الدولية في المساواة في العلاقات الدولية في احترام الدول والشعوب بعضها لبعض لثقافات بعضها لبعض أعتقد أن نستطيع أن ندير هذا الحوار الحضاري أو هذا الحوار الثقافي بأسليم أقل تشنج ولكن أنا أعتقد أن الواقع السياسي والواقع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي المتردي ربما أيضا يخلق توترات نفسية، توترات إنسانية تحميل مسؤوليات أيضا للمستعمر القديم تحميل مسؤوليات لربما حتى في طبيعة العلاقات الاقتصادية والمصالح بين تونس وفرنسا فرنسا الآن ماشي قاعدة تلعب في دور جيد أو إيجابي في تونس خاصة في الأزمة هذه يعني موقف الرئيس الفرنسي شنأتي لتسريحات الرئيس الفرنسي نعم، خلنا نحكيه على مخرجات القمة هو الأكيد أنه نجاح القمة في نجاح مخرجاتها في تقديرك كيف تقيم مخرجات هذه القمة التي تم إعلانه عنها عبر إعلان جلبة؟ أنا لا أعتقد أن فيها مخرجات مهمة لتونس كانت ربما الغاية الأساسية التي حركت النظام التونسي حتى المنظمة الفرنكوفونية صارت إنعقاد القمة في حد ذاته هو الهدف يعني بقطع نظر على مخرجاتها ومسارها والظروف التي أحاطت بها أنا أعتقد أنه بالنسبة لتونس وبالنسبة لسعيد الهدف الأساسي كان إنعقاد هذه القمة لا أكثر ولا أقل جبهة الخلاص الوطني المفروض أنها جبهة مقاومة تبحث عن استثمار كل الفرص لتدعيب مسار المقاومة ما تعتبروش أنه ربما جبهة الخلاص ضيعت فرصة القمة الفرنكوفونية لتوجيه ربما الرأي العام الدولي اللي كان حاضر بقوة خلال هذه الجبهة للنازلة خلينا نقول ما بنظافرين النازلة التونسية والتعريف بما يقوم به قيس سعيد من انتهاك ربما للحقوق والحريات وانتهاك ربما وضرب للمسار الديمقراطي ما كانش بالأمكان إعادة ربما السيناريو وقمة المعلومات في 2005 الموضوع أنه قمة الفرنكوفونية احنا في جبهة الخلاص قامت بندوة صحفية وحاولنا نقوم بندوة صحفية مباشرة من جربا ولكن الشراءات الأمنية اللي عزلت الجزيرة تماما على بقية التراب التونسي حالت دون أنه يتنقلوا أعضاء جبهة الخلاص الوطني وقياداتها إلى مدينة جربا تعرفوا أنه قبل أيام تم إخلاق تماما تقريبا من المنطقة ومنع الناس من الدخول ثم حتى جيران جربا نتحدث على جرزيس وأهالينا في جرزيس أمام الماسات اللي عاشوها وأمام الماسات اللي عانوا فيها حاولوا أنهم يوصلوا صوتهم انطلاقا من جرزيس والمرور إلى جربا وشفتوا التعاطي الأمني والمعاملة الأمنية اللي هي وصمة عار وصمة عار في جبين النظام السياسي التونسي ولكن أيضا في جبين المنظمة الفرانكوفونية اللي على بعد أميال يعني تعقد في قمة من المفروض أنها الهدف منها هو التغذية العلاقات بين الشعوب وتطوير العلاقات بين الشعوب والتلاقح الثقافي والتلاقح اللغوي على بعد أميال يعني مدينة جرزيس يتم قصفها بالغاز المسيل للدموع على امتداد 24 ساعة حالات اختناق وحالات قمع وحالات وإيقافات بالجملة للمواطنين العاديين البسطة اللي مطالبوا إلا بحقوق بسيطة حقهم في معرفة مصير أبنائهم حقهم في معرفة ويندفن ولادهم وبناتهم هذه حقوق طبيعية إنسانية بشرية ولا كلمة ولا كلمة من قمة الفرانكوفونية ولا من منظمة الفرانكوفونية ولا من الوفود الوافدة على مدينة جربا على المأساة اللي عيشها أهلنا في جرزيس على بعد أميال من موقع قمتهم كان من الممكن صحيح كان من الممكن نجبة الخلاص أنها تقوم بعمل أقوى من هذا وأكثر وأكبر من هذا خاصة كما قلت كنا نخطط لندوة صحفية كبيرة بحضور الإعلام الدولي الوافد على حتى نعطي صورة حقيقية للوضع التونسي ليس وضعا ورديا كما حاولت وسائل الإعلام التونسية أن تصوره وحاول النظام السياسي القائم أن يصوره لوسائل الإعلام الدولية ورغم هذا تسربت الكثير في تقارير الإعلاميين وصحوفيين ووكالات الأنباء الدولية تسربت الكثير من الحقائق بفعل عمل الإعلاميين وصحوفيين اللي جاءوا ولكن صحيح نحن نقبل هذا النقد ونعتبر أنه كان من الممكن أن يكون تحركنا على المستوى السياسي أكبر وأكوى من مدام تحدثت جوهر عن الندوة الصحفية نعم مدام تحدثت عن الندوة الصحفية خلينا نجي لهذه الندوة اللي البعض يصفها كأن الندوة عقدت على عجل في تونس العاصمة بعد افتتاح القمة هي عشية يوم افتتاح القمة الفرانكفونية في تونس ندوة الصحفية غاب عنها جوهر من بارك خلينا يعني بعيدا عن اللغة الخشبية وبعيدا عن منطق الرضاء على نفس كيف تقيم هذه الندوة الصحفية وكيف تفسر غيابك على هذه الندوة الصحفية اللي يتأول برشها عند السياسيين وفي صفحات التواصل الاجتماعي الليلة الموضوع هو أنه أنا كنت يعني أشتغل على الندوة الصحفية مباشرة من جربة لكن غيابي عن الندوة الصحفية ولأسباب شخصية يعني أسباب مهنية وشخصية لعلاقة له بالسياسة لكن كنت أعتقد أنه من ناحية السياسية أقوى لو كانت الندوة الصحفية تتم بحضور قيادات الجبهة الجبهة الخلاص في مدينة جربة بحضور الإعلام الدولي أو حتى جرجيس وكان بالأمكان عقدة في جرجيس صعب كان حقيقة يعني حاولنا هذا وحاولنا أن نؤمن تنقل قيادات كبرى في جبهة الخلاص ولكن هذا لم يكن متاحا لكن كما قلت نحن نعتقد وهذا التقييمي الخاص أنه كان بالإمكان أفضل مما كان في علاقة بأداء الجبهة في علاقة بهذه القمة ولكن خلينا نكون صريحين أيضا نحن نتوانسى وأبنى تونس وأبنى هذا الشعب وأن نشعر بما يشعر به الشعب ونفرح لما يفرح له التونسيون والتونسيات ونحزن لما يحزن أبنى تونس يعني إنعقاد القمة في تونس كان أيضا بالنسبة لكثير من التونسيين والتونسيات نجاح نجاح لبلد يعاني الأزمات والخيبات منذ فترة طويلة وخاصة منذ انقلاب 25 جوليا ربما كما يرى جزء كبير من التونسيين أن فيها نوع من التنفيس على العمق الأزمة التي تعيشها البلاد نفرح لتونس لما تنجح في أي تظاهرة خاصة على المستوى الدولي ولكن قصرنا في أننا نوصل للعالم الوضع الحقيقي في تونس كانت فرصة أن نوصل للعالم ونصرخ بأكبر بصوت أعلى لنقول بأن مرحبا بكم في تونس ولكن تونس التي جئتموها ليست تونس التي يصورها النظام القائم هي تونس أخرى كان بالإمكان أن نتفاعل بشكل أكبر نسجل هذا ونحاول تداركه في المستقبل جوهر مبارك عضو القياد في جبهة الخلاص الوطني كنسلك كمواطن يعني من البعيد كمقاوم لهذا النظام كيف تقيم عمل هذه الجبهة لتقريبا عمرها السبعة شهر اليوم هل قدمت ما هو مطلوب منها خاصة أنه أنتم كنتم من المؤسسين لها وكانت هي ذروة سينام مواطنون ضد الانقلاب هل وصلت عمل مواطنون ضد الانقلاب هل حققت ما كانت تصب إليه وما وضعته من أهداف خلال فترة تأسيسها شوف نحن نتحرك أولاً فيما ملاحظة أولى من حفظ الإطار العام الذي تتحرك فيه الجبهة نحن نتحرك في مناخ صعب جداً في مناخ صار فيه انقلاب هذا الانقلاب انخرطت فيه أجهزة الدولة أجهزة الدولة لا أتحدث فقط على الأجهزة الصلبة يعني الجيش الوطني والأمن ونما الدولة بأجهزتها وإدارتها وهيكلها ومؤساتها انخرطت في هذا الانقلاب هذا الانقلاب كان أيضاً على أعقاب أزمة سياسية طويلة عاشتها البلاد وكان هناك هذا معطى حقيقي يجب أن نتعامل معه في السياسة كان هناك وضع شعبي داعم لقاس سعيد ليلة 25 جويل يارينا الناس في الشوارع ربما فتح لهم أملاً في أن تتغير الأوضاع نتحرك إذن في محيط شعبي صعب نحن نعاين تدريجياً النقلة نقلة المهجة التوانسة في علاقة قاس سعيد وتراجع الدعم الشعبي لمنظومة سعيد ومشروع قاس سعيد هذا التراجع مؤكد الآن مؤكد بالمؤشرات الموضوعية يعني ليس مثلاً طباعية مؤكد لما نشوف المسار اللي عملوا انطلاقاً من الاستشارة الإلكترونية الفاشلة ثم الحوار اللي حب ينظمه وكان حواراً فاشلاً ثم الاستفتاء لمنجمش يحدث زخم سياسي يعطي شرعية لمنظومة دستورية جديدة رأينا الانتخابات والوضع الانتخابي وعزوف الناس وعدم اكتراث الشعب التونسي بالعملية الانتخابية وكان لسنا في مناخ انتخابي ولا تشعر بأن هناك مناخ انتخابي ثم حتى على مستوى سبر الأراء يعني بدون حراج لأنه نعرف وحنا تواف قانونياً ممنوع الحديث على عمليات سبر الأراء لكن نتحدث على سبر الأراء انطلق قبل المرحلة ممنوع انطلاق من غدوة له انطلاق من يوم الجمعة مرحلة الانتخابية لأول مرة يعني 50% من التواسة يعتبروا أنه تونس مع قيسة سعية تسير في الطريق الخطأ 45% يعتقدون أن هذا تسير في الطريق الصحيح و5% ما زالوا يعني مترددين بين هذا وذاك لأول مرة أرلبية ابناء تونس يعبرون عن امتعاضهم وعن قناعتهم بأن قيسة سعية يقود البلاد في طريق الخطأ يعني الوضع الشعبي وضع صعب ولكنه متحرك ومتحول واعتقد أن جابة الخلاص لعبت دوراً في حدود يعني محيطها السياسي وإمكانياتها السياسية ولكنها لعبت دور مؤس محدد انطلاقاً من تجاربة المواطنون ضد الانقلاب ثم جابة الخلاص في تحويل الرأي العام تدريجياً بالتحركات الميدانية بالتحركات السياسية بالتحركات الرمزية بإضرابات الجوع كل هذا ساهم في تحريك البرك الراكدة على مستوى الوعي الجمعي التونسي ثم المسألة الثانية هي المسألة السياسية صعبة أيضاً يعني نتحرك في مناخ سياسي مشهد سياسي صعب صعب بمعنى أنه غير ناضج لم ينضج بعد ليصل إلى مرحلة إعادة ترتيب الأولويات أنا أعتقد أنه اليوم الأولويات صارت واضحة بالنسبة للمشهد السياسي على الأقل الديمقراطي يعني المستفيد من عملية الانتقال الديمقراطي لم يصل بعد إلى مستوى النضج لتحديد ما هي المخاطر الأساسية والمخاطر الثانوية هناك عملية بصدق غير مفهومة في تدني مستوى الوعي لدى الطبقة السياسية بأولويات المرحلة التي تعيش فيها تونس وخطورة الوضع التي تعيش فيها البلاد يعني من المفروض أنه كان هناك وحدة أكبر للمجتمع السياسي في تنسيق جهود أكبر يعني توظيف الجهد الجماعي للتصدي للمخاطر المحدقة بالبلاد بالبناء الديمقراطي بالبناء الاقتصادي بالبنية الاجتماعية لتونس بوحدة الشعب التونسي ومصير هذا المجتمع قبل مصير التولى وقبل مصير السياسة مصير المجتمع التونسي أبناء تونس في ظل سلطة تقسم في ظل سلطة تشتت وتفتت المكونات الشعب التونسي يعني نتحرك في محيط سياسي صعب ورغم هذا جبت الخلاص استطاعت أن تبرز في هذا المحيط السياسي كالقوة التي استطاعت أن تجمع أكبر عدد ممكن من الفرقاء السياسيين أو الأحزاب السياسية والقوى السياسية وهي نواية الأولى لمواطنون ضد الانقلاب طبعاً انطلاقاً من مواطنون ضد الانقلاب ثم انضمت بعد ذلك يعني شخصيات وطنية وأحزاب سياسية اليوم جبت الخلاص الوطنية هي التجمع السياسي الأكبر في البلاد هي التجمع السياسي الأضخب سمحني يا جوهر مش كان المفروض أنه نتجاوز مسألة كسر السردية الشارع على اعتبار أنه تقريباً منذ الأشهر الأولى وستة أشهر الأولى خلينا نقوله تقريباً أثبتنا للعالم أو أثبت مواطنون ضد الانقلاب للعالم أنه الشارع هو شارع ديمقراطي ونوقع سعيد ما عنده الشارع في الأخير شحيح وأنه مسألة الوعي بخطورة ما يكون به سعيد قاعدت تتواصل يوماً بعد يوم سواء كان عبر أخطاء سعيد نفسه أو عبر الهدائي اللي قدم فيه سعيد أصلاً للمعارضة السياسية أو عبر عمل الجبهة في توعية الناس لكن ما تراحش أنه لابد من المرور إلى مرحلة ثانية اليوم بعد نحن دخلنا إلى العام الثاني نطعي الانقلاب لابد من تطوير المناهج والأفق والآليات لربما إحداث رجة جديدة من عشان توفيرها المناخات اللي تحكي ما ليهي مهاش مواهية إعداد بدائل اليوم عنده سبع شهور اليوم نحكيه على بدائل اقتصادية واجتماعية وسياسية تتقدم للشعب وتتقدم حتى للشركاء الدوليين وإقناحهم بها مهمة جداً اليوم عاجزين تقريباً في جبهة الخلاص على تقديم هذه البدائل إلى حد اليوم حتى بدائل الجبهة مش بدائل المعارضة بصفة عامة نعم بقطع نظر على المسألة الاقتصادية والاجتماعية والبدائل الاقتصادية والاجتماعية نعندي فيها تصور في مرحلة مقاومة انقلاب هذا نوع من الهروب إلى الأمام لأنه فما مشكلة حقيقية هي مشكلة إدارة البلاد يعني الوصول أو تطوير الموقف الوطني خلطنا له عنه أشهر بمعنى أنه فما موقف وطني الآن تقريباً مجمع عليه كل نخب البلاد والنخب السياسية الإعلامية المدنية المنظمات النقابات وانا قيسة سعيد هذه البلاد في الطريق الخطأ وهذا حتى الشعب التونسي صار يشعر به يعني هناك موقف وطني تبلورة على امتداد عام وثلاثة أشهر أو أربعة أشهر من الأنقلاب فم نقلة وقعت مهمة ولكن النقلة هذه لا جاتش من فراغ لا جاتش من صدفة هي ثمرة ثمرة لعمل ميداني ثمرة لعمل سياسي ثمرة لكفاح قامت به أحزاب سياسية قامت به مواطنون ضد الأنقلاب تقوم به الجبهة الآن لكن أعتقد أن وصلنا إلى مرحلة ركود مرحلة ركود يعني وقفنا في مستوى الموقف لكن الموقف لا يغير الواقع الذي يغير الواقع هو بلورة الرؤية التصور المشترك للمرور من موقف يعني يوصف الأوضاع إلى موقف يعطي حل ويتفق فيه الفراقاء السياسيين على حل على الأقل الناس اللي مهيئة أن تخدم في نفس المناخات وعندها نفس الهموم وهي حماية على الأقل الانتقال الديمقراطي والعودة إلى عملية البناء الديمقراطي بأدوات أخرى ربما بإصلاحات بتصورات هذا يفترض أن يكون فهم خارط طريق أن يكون فهم تصور مشترك حل مشترك واحد اثنين ثلاثة هذا كيف نرى جميعا كل الطبقة السياسية كل معرضي هذا النظام الأمر الواقع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذا كيف نرى الخروج من الأزمة بل ورد هذا الموقف المشترك هي الجهد الكبير الذي الآن علينا أن نبذله من أجل تقريب الناس حول هذا التصور المشترك هناك محاولات هناك مبادرات هناك نصوص هناك يعني أنا شخصيا منذ فترة حطيت يعني تصور في بعض أنيقات كيف يمكن أن نخطط ونهندس لعملية الخروج من هذا الانقلاب حتى لا نعطي لسردية قيسة سعيد فرصة يعني سردية أنصاره هو بدون قيسة سعيد هناك الفراغ لا بدون قيسة سعيد هناك دولة القانون هناك دولة الدستور هناك الإصلاحات هناك إمكانيات للخروج من هذه الأزمة من داخل منظومة دولة القانون والمؤسسات ولكن ليس للعودة إلى الفشل السابق وإنما للقيام أيضا بالإصلاحات السياسية الدستورية الانتخابية الاقتصادية الاجتماعية الاتفاق على صيغة حكومية صلبة وقادرة أنها على الأقل توقف النزيف نزيف المالية العمومية توقف نزيف انهيار القدرة الشرائية للتوانسة ارتفاع الأسعار المشحف والخطير والخطير على الاقتصاد يعني مسألة انهيار السوق وانهيار الاستهلاك وانهيار قدرة التوانسة على الاستهلاك حتى إذا كانت البضائع موجودة يعني قدرة التوانسة على الاستهلاك انهارت هذا أكبر خطر يتهدد لماكينة الانتاج لأن ماكينة الانتاج تغضيها ماكينة الاستهلاك وانهيار القدرة الشرائية يعني انهيار مكينة الانتاج يعني انهيار المؤسسات يعني انهيار القدرة التشغيلية للاقتصاد التونسي يعني ارتفاع نسبة البطالة يعني مزيد من الفقر يعني مزيد من تدهور القدرة الشرائية وندخل فيه ما نسميه بالحلقة المفرغة السلبية لكن الوصول إلى الموقف المشترك وتوحيد الرؤية للحل أعتقد أنه لابد أن نمر إلى مرحلة سياسية أخرى وهذا رأيينا الخاص الآن يعني المسألة لم تعد تطرح في إطار هناك مخاطر على تونس وهي نتوحده ونوحده الكلمة لأنه فهم مخاطر الخطاب الأخلاقي هو ضروري خطاب الأولويات الضروري ولكن أعتقد أن هناك نقطتين يجب أن نتحدث فيهم الآن بشكل واضح وصريح ودقيق ومباشر وأن تتفاوض حولها الطبقة السياسية وليس أن تتبادل أطراف الحديث وأن تتفاوض أولاً إعادة بناء الثقة التي تدهورت وانهارت في المرحلة السابقة على امتداد عشرية الانتقال الديمقراطي هناك يجب أن نعترف بهذا هناك ثقة انهارت تماماً بين الأطراف السياسية وأعتقد أن هناك آليات وأدوات يمكن أن تعيد بناء الثقة وتنطلق طبعاً من النقد الذاتي من المراجعات الجماعية في إطار تمشي إيجابي يعني مطلب المراجعات والنقد الذاتي لكل من شارك في الحكم وأخفق في تحقيق أمال التواسة هو أمر ضروري ولكن لا يمكن أن يكون في إطار عملية سلبية أو في إطار مسار سلبي في إطار ديناميكية سلبية الهدف منها جلد الخصم أو جلد الذات العملية يجب أن تتم في إطار بناء في إطار مراجعات لبناء المستقبل وليس لتصفية حسابات الماضي لا يمكن أن نصفي حسابات الماضي بشكل جيد وشكل فعال وبناء لتونس إلا عندما تكون في إطار النظري للمستقبل يعني نراجع الماضي نراجع أخطاءنا في الماضي نراجع إخفاقاتنا في الماضي وربما حتى خيبات خيبات الأمل تسببنا فيها لشعب التونسي ولكن في إطار نظرة إلى المستقبل النقطة الثانية الأساسية التي تعيق عملية رص الصفوف وبناء ما يسمى بالبديل الوطني هي مسألة التفاوض حول المستقبل التفاوض حول المستقبل بين القوى السياسية الديمقراطية تونس تحتاج لا تحتاج الآن يعني نحن أنجزنا مرحلة انتقال ديمقراطي هي مرحلة الانتقال الديمقراطي عنوانها الأساسي العنوان الأساسي للانتقال الديمقراطي هو أن نتفاوض هو أن نصل إلى توافقات وبعد ذلك ندخل في عملية التنافس السياسي على أرضية الاتفاق الوطني أرضية المشترك الوطني المشترك الديمقراطي المشترك الاجتماعي الإصلاحات الاقتصادية هذا يجب أن يكون مشترك بين جميع التونسيين وهذه مرحلة الانتقال الديمقراطي شنو دورها هي أن تبني هذه ما نسميها الفرنسوية السيركل الريبيبليكان كومان يعني القاعدة الجمهورية المشتركة التي نشتغل فوقها وليس نشتغل عليها نشتغل فوقها هذا دور الانتقال الديمقراطي فشنا في هذا فشنا أنا نأس لهذا وأكبر دليل على هذا أن المسألة الديمقراطية قاعدة مقسومة في البلاد بين شق يسعى إلى بناء الديمقراطية وشق آخر من المشهد السياسي المنظومة القديمة وإزلام المنظومة القديمة ورؤية المنظومة القديمة لتدمير العملية الديمقراطية يعني حتى على المسألة الديمقراطية فماشي اتفاق بين التوانسة هل تونس يجب أن تكون دولة ديمقراطية حرة أم أن تبقى دولة استبداد هذا شق صف التونسيين البناء البديل الديمقراطي في المستقبل تحتاج إلى عملية تفاوض خارج نطاق الموازين العددية خارج نطاق الموازين السياسية التنافسية بين الأحزاب السياسية أنا أعتقد أن التنافس يجب أن يكون بين مشاريع الآن لماذا أجلت المعارضة إلى حد اليوم على بناء هذا التصور لأنها لم تدخل بعد في منطق التفاوض على هندسة المستقبل بمعنى أنها مازالت حبيثة حبيثة الصراعات الحزبية حبيثة الصراعات المصالح الحزبية الضيقة في حين أن مرحلة الانتقال لا تحتاج إلى هذا مرحلة الانتقال تحتاج إلى بناء التوافقات بناء التوافقات الكبرى بناء التوافقات الاستراتيجية التي تؤسس لعملية التنافس السياسي الديمقراطي المفتوح في مرحلة الديمقراطية الثابتة هذا اللي خلانا ما نجموش نبنيه مؤسسات ديمقراطية صلبة إدارة ديمقراطية صلبة منظومة قانونية ودستورية صلبة ما استطعتش أن تصمد أمام هجمة الشعبوية المتاقي السعيد أمام هجمة المحاولات الاستبدادية اللي قوت فيها قيس سعيد أنا أعتقد أنه باش نلخص زوز مواضيع إعادة بناء الثقة في عملية مراجعة مراجعة شاملة وجماعية وبناءة ننظر فيها إلى المستقبل وليس إلى تصفية حسابات الماضي هذا الجانب الأكبر يعني تصفية الإرث وإعادة بناء الثقة ومن جهة أخرى التفاوض بين القوى السياسية الديمقراطية المستفيدة من العملية الديمقراطية حول هندسة المستقبل مستقبل المرحلة القادمة يعني الخمس سنوات والعشر سنوات القادمة كيف ستدار تونس هل ستدار دائما في إطار الصراعات السياسية وموازين الحزبية ومن سيفوز في الانتخابات ومن سيخسر الانتخابات لو بقينا على هذا المنطق لن نستطيع أن نبني قوة سياسية قادرة أن تؤسس للبديل الديمقراطي هذا جاي جاي التنافس الحزبي والتنافس الظرفي قادم لا محالة ولكن نحتاج قبل هذا إلى مرحلة إلى مرحلة ندير فيها البلاد من أجل تأسيس المؤسسات السياسية الديمقراطية صلبة المنظومة التشريعية صلبة المنظومة القانونية صلبة الإدارة صلبة ونؤسس فيها أيضا إلى منظومة اقتصادية جديدة منظومة اقتصادية تقطع مع باراديموات الماضي وبراديموات السبعينات وتخلق الثروة وتنتج الثروة لأن الديمقراطية بدون ثروة وبدون هي إعادة توزيع الفقر عندما تتحول الديمقراطية لمكينة إنتاج وإعادة توزيع الفقر مصيرها هو الفشل وهذا حصل في كل التجارب تجارب الانتقال الديمقراطي إذن نصف حسابات الماضي ولكن بمنطق بنا بمنطق ينظر إلى المستقبل وتعالوا نتفاوض على المستقبل ناهي القوة الصلبة تقريباً هو هدف من أهداف الأساسية لجبهة الخلاص الوطني وعملت مجهوداً تقريباً في بداية تشكيلها على توسيع قاعدتها السياسية ولكنها تقريباً فشلت وسنسف تقريباً برشة من قوانتها في محاولات تجميع ما لا يجمع تقريباً أثبت الآن الواقع أنه صعب جداً تجميع المعارضة في جبهة سياسية واحدة لعوائق عديدة منها ما ذكرت وهو هل مراجعات هذه تقريباً البناء لأنهم يريدونها في البعض يريدها مراجعات ذات مفعول سلبي إضافة إلى منطق الصراع الزعاماتي في الساحة السياسية لخلافات الإيديولوجية السياسية يعني إلى متى ستبقى الجبهة الخلاص الوطني تستنزف هذه القوة انتاحة والجهود انتاحة من أجل تجميع ساحة سياسية تقريباً غير قادرة على التجميع لا اتفق تماماً بأن الساحة السياسية غير قادرة على التجميع إذا ما خلطناش ومنجحناش في التجميع إلى حد الآن لا يعني استحالة الأمر يعني أننا لم نوفر شروط لم تتوفر بعض الشروط الضرورية لهذا التجميع ولكن أخي عنا مهرب من هذا هل هناك إمكانية بناء شيء نسميه المشروع الوطني الضروري للبلاد بدون أن يكون مشروعاً وطرياً مشروع وطني يعني مشروع يضم الجميع يجد فيه الجميع نفسه مشروع يعني تتضافر فيه الجهود لبناء دولة جديدة قادرة أن نتحقق أحلام التوانسة هذا معنى شي منه مهرب أو مناص ما فيه شيء ما فيه شيء إمكانية ما فيه شيء مديل لهذا ما نجموشي نتخصرفه كما قيس عيد ونقولوا أحنا مالكين للحقيقة وحتى اللي محبوشي يجيوا معنا أحنا سنقودهم بالسلاسل إلى جنات الخلد لا العملية هي عملية تشاركية عملية بناء نحاول المرة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة لأنه هذا شرط ضروري وأساسي لا يمكن أن نهرب منه أو نعتبر أن جبهة الخلاص الوطني قادرة بذاتها وبإمكانياتها وبنفسها ووحدها أن تحقق كل هذا هذا غير صحيح وفيه خطأ استراتيجي لو ذهبنا في هذا الاتجاه ولكن أعتقد أنه أيضا على هناك مسؤولية الآن أيضا على بقية القوى السياسية أن يعود إليها نوع من الرجد يعني وصلنا إلى مرحلة العبث عبث يوظاهي حتى عبث قيسي سعيد عبث المنظومة المدنية والسياسية التي تدعي أنها استفادت من العملية الديمقراطية وساهمت في عملية البناء الديمقراطي هي أيضا تعبث تعبث بمصالح البلاد وتعبث بمصالح الأجهال القادمة أعتقد أنه لا بد من توفير الأشروط الضرورية وإذا كان في شنا المرة الأولى نعيد الكرة المرة الثانية والثالثة والرابعة ولا نكف على هذا لأنه هذا شرط ضروري وبدونه لا نستطيع أن نحقق شيء هذا من جهة ولكن أيضا من جهة أخرى أنا لا أعتقد أنه تجميع كل قوى المعارضة في نفس الجبهة وفي نفس الكيان السياسي هو مسألة ضرورية أو حتى مطلوبة ليس هذا المطلوب هذا ربما حتى في نهاية الأمر معادي للفكر الديمقراطي أنه ناس كل مهم لأنه هذا تقريبا نفس منطق الشعبوية منطق السعيد أنه معايا هم الصادقين الوطنيين والذي يضدي لكلهم اللي ما يحبوش يدخلوا في الشكارة هذه هم من الخوانة والجراثيم والميكروبات والفيروسات ليس هذا ليس لأن هناك حاجة سياسية أن تتشكل جبهة واحدة المهم أن نقطع خطوات خطوات أولا الآن الضروري الآن أعتقد الملح والمباشر هو مسألة الاتفاق على تصور مشترك للخروج من الأزمة خريطة طريق مشتركة نقطع بها مرحلة سياسية بين المعارضة عندها موقف مشترك إلى معارضة عندها تصور مشترك وهذا يعني قفزة النوعية في العمل السياسي نستطيع أن نبني عليها في المستقبل نستطيع أن نبني عليها لما هو استراتيجي لما هو بناء المشروع الوطني المشترك بما هو إعادة بناء الثيقة على أساس المراجعات البناءة إعادة بناء الثيقة عبر التفاوض حول إدارة المستقبل والإصلاحات السياسية المستقبلية تونس تحتاج إلى هذا تونس تحتاج إلى هذا ولن نكل عنه مدام التونس تحتاج وهو ضروري لبلادنا ضروري ضروري أنا أعتقد أنه أنه يكون عنا مثلا اتفاق حول حول مشروع للوئام الوطني ضروري تونس تعيش أزمة انقسام كبيرة مش لأنه ما عشناش العشرية السوداء فعلا اللي عاشتها الشقيقة الجزائر والشعب الجزائري ويوصلت الاحتدام الأهلي إلى حالة من الحرب والتصفيات وسالة الدم بالألاف يعني لكن مناشي في المرحلة في المستوى هذاك وذلك علشان دائما لما يستعملوا كلمة العشرية السوداء في تونس يعني قلبي رف على الجزائر لأنه مقارنة بين وضعيتين وإهانة أصلا للشعب الجزائري لأنه التحدث على ما وقع في تونس في العشرية هذه على أنه عشرية سوداء ونشبهها بعشرية السوداء اللي وقعت في الجزائر نحن نحتاج في تونس إلى وقام وطني حقيقي نحتاج إلى رئيس يقوم بهذا الدور لأنه لما في الجزائر صار الوقام الوطني كيف صار؟ لما بوتفريقة خذاء السلطة واشترط ذلك على المؤسسات الصلبة للدولة اللي حطته أنه لابد أنه يهبط الناس من الجبل ويهبط ويعادي لم المجتمع الجزائري ونجح في ذلك بقوة الدولة أنا أعتقد أنه في تونس نعيش حالة نوع من هذا الانقسام الخطير يوم الطبقة السياسية أو العملية السياسية منقسمة والناس رافظة العيش المشترك السياسي أو التعايش السياسي المشترك عندك أطراف سياسية تنفي بعضها البعض ولا تعترف ببعضها البعض وتعتبر أنه الطرف الآخر خاء ولا يمكن الاشتغال معه وليس شريكا في الوطن هنا مناطق في تونس جهات متنافرة ومتعادية أحيانا يعني بين السواحل والدواخل هناك مشكلة حقيقية يعني مش لازم نغطيوها باللغة الخشبية هناك مشكلة كبيرة في رغبة الشعب التونسي في العيش المشترك في ظل هذه المنظومة هناك مشكلة كبيرة بين الشعب التونسي يعني بين الطبقة الوسطى والطبقة الشعبية وطبقات الميسورة هناك مشكلة حقيقة وحالة تنافر كبيرة وتحميل مسؤوليات تاريخية هناك مشكلة حتى داخل المنظومة الاقتصادية أو منظومة الرأسمال التونسي بين أثرياء منظومة الامتيازات التقليدية سيتادين يعني الحضارية العائلات الكبرى المهمة على الاقتصاد والنخبة الاقتصادية الجديدة صاعدة المستفيدة من التجارة البينية على الحدود الليبية مع الحدود الجزائرية هذا كمراء أيضا نسميهم الكناطرية ونسميهم المهربين ونسميهم هل تم إدماجهم أو محاولة إدماجهم في المنظومة الاقتصادية والاعتراف بهم والاعتراف بقدرتهم على دفع الاقتصاد الوطني وكيفية الحد من الظواهر السلبية للتجارة البينية غير المنظمة وتنظيم هذه التجارة البينية وإدماج هؤلاء الموجودين في الولايات الحدودية واللي اليوم يتحكموا في جزء كبير من السيولة المالية للدور في البلاد ومن قدرات التشغيلية الموجودة في البلاد يعني المجتمع التونسي تقسم وانقسم وصارت الرغبة في العيش المشترك ضعيفة لدى التونسيين والتونسيات هذا دور رئيس جمهورية هذا دور رئيس دولة تعالوا نتفق على هذا ونقوم بهذا المشروع تونس تحتاج إلى حكومة قوية تحتاج إلى حكومة إنقاذ أولا ولكن إلى حكومة من بعد لأن الإنقاذ هو كما الورجنتيست يعني مش نوقفه النزيف لكن من بعد العلاج يحتاج مدة طويلة يحتاج عمليات جراحية يحتاج أدوية يحتاج شيميو يحتاج إلى حكومة حقيقية حكومة قوية ببرنامج إصلاحي حقيقي وشجاع إيهات تعالوا نتفق على تدخل بعض العقلاء لحل ربما هذه الأزمة ولحل حلاتها عبر تقديم بعض المبادرات جبت الخلاص قدمت مبادرة وتنوضت للقلاب قبل في نوفمبر 2021 قدم مبادرة وضحها على الطاولة أخيرا نسمع لبلطف الامرايحي رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري قدم مبادرة تقريبا واتصل ببعض الأطراف السياسية وبينجم بينها جبهة الخلاص الوطني يعني كيف تقيم هذه المبادرة أولا ومدى مقبوليتها لدجابة الخلاص الوطني نحن طبعا نرحب بكل المبادرات لأن هذا الغاية هي الوصول إلى هذا التصور التصور المشترك على سسنقات مضبوطة وواضحة ندافع عنها كل من موقعه لم نكن موحدين في موقع واحد وهذا كما قلت لك يعني موجه ضروري أن ندافع عنها مبادرة يعني دكتور لطفي المرايحي وغيرها من المبادرات كلها تصب في هذه الخانة وكلها ضرورية وكلها مفيدة ونتعامل معها بإيجابية كبيرة كان عنا لقاء مع الدكتور المرايحي وعرض تصوره ولم يكن هناك اعتراض في الجبهة على أولا فكرة المبادرة وفكرة التصور لأننا نحتاج إلى هذا ونقشنا نوعا ما مضامينها إلى خيره وإجمالا ليس هناك خلاف لم يكن هناك خلاف فقط أنا أعتقد أن المناخ المناخ السياسي لهذه المبادرات ليس ناضجا بعد يعني هناك خطوة أخرى والخوف هو أن نقفز على المراحل وأن نمر إلى مرحلة وضع الجميع أمام الأمر الواقع سهل أن نخرج مبادرة ونكتب مبادرة هذا تصورنا ولكن المهم ليس أن يكون لديك تصور المهم أن يكون لديك قدرة على إقناع الغير والآخرين وتجميع المشهد حول هذا التصور ربما يعني القيام بمبادرات سابقة لأوانها قبل أن ينضج الظرف السياسي والعلاقات السياسية بين الناس بين الأحزاب بين القوى السياسية كما قلت لك فم مشكلة صثيقة كبيرة ياسر نحن اليوم نجم في الجبهة نقوم بمبادرة سياسية في تصورنا لكيفية الخروج من الحل لكن هل لها أنه هذا مش يقرب القوى السياسية الأخرى لجبهة الخلاص أو لموقف جبهة الخلاص في هذه الظرفية لمعالجناش فيها بعض المسائل العاجلة والأساسية والمقدمات لكن يظري فما فرق أن تصدر هذه المبادرة من خارج جبهة الخلاص لتجميع كل طيف المعارض حول تصور سياسي معين صحيح صحيح أن يكون ربما من خارج يعني التنافس السياسي قد يساعد وربما هذا هو المخرج وهذا هو الحل ولكن لطفي سيلوتفي المراحي الدكتور لطفي المراحي هو طرف اللعبة وجزء من المشهد السياسي وقوة سياسية عنده يعني هو جزء من اللعبة أعتقد أنه هناك مرحلة قبلة سابقة لتقديم مبادرات ووضع الناس أمام حقيقة حقيقتهم هناك مراحل سابقة وخطوات تحضيرية ومقدمات يجب القيام بها كما قلت كما قلت لك يعني على الأقل على مستوى إعادة بناء ثقة باش النجم نسمع كنت سمعني هذا ينصحب على كل المبادرات منها مبادرة العياشي مثال وغيرها مبادرات المطروحة اليوم على الساحة السياسية كل المبادرات ولهذا أنا نفضل هذا رأي خاص نشوف أنه العملية لو تأتي من شخصيات أو قوى مدنية ما يشطرف مباشر في اللعبة السياسية وفي التوازنات السياسية الحزبية قد يساعد هذا أكثر من أنهجي من سياسيين معروفين ومعلومين وسياسيين كبار كما الدكتور المرايح محطة سياسية مهمة نعيش على واقعة تبدأ حمل انتخابية تنتلق يوم الجمعة غدو نسجل اليوم الخميس انتلقت تقريبا عندها يومين بالنسبة للخارج هي محطة 17 ديسمبر يعني كيف ستتعامل جبهة الخلاص الوطني مع هذه المحطة السياسية وهي التي أعلمت مقاطعتها للانتخابات يعني كيف ستقاوم هذه المحطة السياسية كمحطة من محطات مقاومتها لهذا الانقلاب لا نحن لا نعتبرها محطة سياسية نعتبرها محطة انقلابية يعني هي مرحلة من مراحل الانقلاب كما قلت لك يعني مناشي شو نكونو روياليس بل روياليس كلو روا الشعب التونسي غير مهتم بهذه الانتخابات لا ترشحا ولا حملة 1500 مترشح أو أكثر لا لا 1558 مترشح هما كانوا 1400 وتم تصفية 300 واش من ترشحات يعني نسبة معقولة لبرلمان فيه شوف ألف ترشح هي كانت عدد المترشحين في دائرة في دائرة تريانا في 2019 تقريبا فم 800-900 مترشح يعني في دائرة واحدة اليوم عنا في الخارج انطلقت عم مهسلة انتخابية سبعة يعني دوائر لمفيها شي منافسة يعني مرشح واحد يعني باركولو من غير انتخابات ودوائر أخرى بدون مرشح وأهم دائرة في الخارج هي دائرة فرنسا الشمالية وينفهمت تقريبا 800 ألف تونسي يعني أكبر مدينة بينها ظفرين أكبر تجمع للتونسيين بعد تونس العاصمة هو فرنسا الشمالية ما فيها حتى مترشح يعني ليست انتخابات انتخابات فكرة شنية الانتخابات هي التنفس التنفس الانتخابي والحملة الانتخابية شنية هي التنفس يعني انتخابات فم دوائر فيهم ورشح واحد سيفوز حتى كان مشي الصوت الرح حتى كان هو وصبح راقد ومشياش مش يطلع منه ودوائر أخرى مفيهاش مرشحي أصلا يعني مفيهاش انتخابات أصلا يعني أي حملة انتخابية وأي انتخابات الشعب التونسي لا غير مكترث بهذه الانتخابات فلن نكترث بما لا يكترث به الشعب التونسي ولن نعير اهتمام لما لا يهم الشعب التونسي وبالتالي نعتبر أنها كمحطة الاستفداة كغيرها من المحطات هي محطة فاشلة ستزيد تعميق أزمة الانقلاب ولكن الأخطر أنها ستزيد تعميق أزمة البلاد لن تكون خطوة في اتجاه الحل أو في اتجاه انفراج للأزمة بقدر أنها مش تكون خطوة لتعميق الأزمة السياسية الداخلية لتعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي لا نعتقد أنها مهمة ويجب الانتباه إليها أكثر من اللازم وأكثر من ولكن الخطوة رهن عليها الرئيس ماكرون اللي قال أنها خطوة في تكريس المسار الديمقراطي واستكمال بناء المؤسسات الدستورية ماكرون يجهل الوضع التونسي تصريحاته أنا لما استمعت إلى تصريحه اكتشفت شيء مريع مروع هو أنه غير مطلع تماما على الوضع التونسي إما أنه غير مهتم أصلا بهذا الملف أو أنه التقارير التي توصله هي تقارير مغلوطة تماما على الوضع التونسي لما يقول أنه نتطلع إلى انتخابات ستشارك فيها الأحزاب مختلفة في العائلات السياسية والأحزاب السياسية يا أخي ما يعرفش اللي 95% من الأحزاب السياسية أعلنت دجارة أعلنت مقطعتها للانتخابات وعدم مشاركتها وأنه باب الترشحات أغلق وأنه الأحزاب هذه ما ترشحتش وأنه كل من ترشح أغلب من ترشحه هم عتات الفسدين وأن المال السياسي دار في هذه القاعدة دور في هذه الانتخابات كما لم يدر مقابلها في أي عملية انتخابية سابقة ماكرون لا يعرف الوضع التونسي وغير مطلع على الوضع التونسي غير مهتم لا بالانتخابات ولا بقي سعيد أعتقد أنه ماكرون له تصور واحد أو فكرة واحدة ربما في علاقة بحكومة بودن يعني يريد دعم بودن لا أعتقد أنه عنده ثقة كبيرة في قاعدة سعيد أو يستطيع أن يتعامل مع قاعدة سعيد ولكن ربما وجد في بودن بديلا يمكن أن يبرم معها صفقات واتفاقات تؤمن المصالح الفرنسية في تونس وتكون هي الرافعة للمصالح الفرنسية في تونس ولكن عندما يقول بأنه يتطلع إلى انتخابات تشاركية وفيها منافسة انتخابية حقيقية هذا يعني أنه ما يعرفش الوضع التونسي ثم يعني الأهم من هذا انتخابات ماذا سننتخب ماذا؟ مجلس تشريعي مجلس تشريعي بدون صلاحيات قاعدة سعيد عنده تصور عنده تصور سياسي هو أنه لا يوجد في البلاد كما قلت أنت في البداية إلا رب واحد في السياسة وهو قاعد سعيد لا غيره لا قبله ولا بعده بالنسبة له التاريخ يبدأ معاه يعني أنت شوف توطيئة الدستور اللي اكتبوا كيف يعني طمس تقريبا تاريخ تونس الكل وقفز من دستور قرطاج إلى دستور قاعد سعيد وكانوا ثلاثة عام طمسها ومحاها تماما اللي أنا ممحوة في ذهنه غير موجودة في ذهنه خطه الأساسية هي تهميش السلطة التشريعية وضرب السلطة التشريعية بالإضافة إلى السلطة القضائية وهذا نعرفه يعني سلطة قضائية مشتتة مهمشة بدون مجلس قضائي شامل مجالس متفرقة نفس الشي بالنسبة للمجلس التشريعي انتخابات على الأفراد يعني مش يكون عنا 160 نايم 160 تصور كل واحد مش نقول احنا شاقل خلاق واحده مبيناتهم مهمش ينتمي والأحزاب مش تكون فهمها كتل برلمانية تساعد عملية التصويت وتساعد عملية في عملية مناقشة القوانين بشكل يعني رزين ومنظم أغلب المترشحين لأنه جريمة أنك تلغي التمويل العمومي للحملة الانتخابية طبعا شمعناها تلغي التمويل العمومي للحملة الانتخابية يعني لا تسمح إلا للأثرياء بأنهم يتقدموا للانتخابات وفي مناطق عديدة الأثرياء هم فاسدون يعني فيهم كثير من الفاسدين والفاسد يريد أن يتحصن بالمؤسسات التشريعية ومؤسسات الدولة حتى يحمي نفسه من فساده ليمتسرب كبير للفاسدين في الترشحات المنظومة القديمة عادت بقوة في هذه الترشحات ثم على المستوى العمل التشريعي يعني قام بها شيء غريب سيد جاء قسم العملية التشريعية في الوقت في زمن تشريعي للمجلس وزمن تشريعي للرئيس أثناء الدورة البرلمانية المجلس هو الذي يشرع بالقوانين وأثناء العطلة البرلمانية الرئيس هو الذي يشرع بالمراسيم هذه عملية مخاتلة تشريعية غير مسبوقة في أي تاريخ لا في تاريخ تونس ولا في تاريخ غيرها من البلدان يعني أنت عندك أربع شهر في العام أنت تشرع المجلس في كونجي وانت اللي تشرع بالمراسيم أنت ما تحب يعني كل القوانين اللي تعرف أنه ما تنجمش تعديها في البرلمان تستنى جي العطلة البرلمانية وعندك الرايد الرسمي يعملوا أمبريمونت في الأمبريمونت في البرسونال متاعه يملس ويخرج في الرايد الرسمي وخرجون المراسيم يعني عملية ثم أي مجلس تشريعي وقت في شب دا يخدم المجلس تشريعي اللي حبوا ينتخبوه لن يستطيع العمل بدون انتخاب المجلس الثاني لأن هذه الوضعيات دستورية المركبة اللي غايتها أيضا التشتيت في عوض مجلس واحد مجلسين في مجلسين منتخبين على الأفراد كل فرد وحده تشتيت الناس هي قلب الشعبوية رفض المؤسسات البينامية يعني الوسيطة هو قلب الشعبوية وتصور قيس عيد وهندسة قيس عيد في السلطة التشريعية هو في قلب عملية التشتيت وفصل كل نائب عن الآخر طبعا في هذه الحالة رئيس الجمهورية هو المستفيدة السلطة التنفيذية هي المستفيدة قوانينها هي المستفيدة من هذه العملية ب مجلس الثاني لا عندنا قانون بش نتخبوه لا نعرفه والمجلس لو وهذين ماشي نتخبوه مجا مش يخدم من غير المجلس الثاني مثلا قانون المالية قانون المالية لا يمكن مسادق عليه إلا بتصويت في المجلس الجهات ومجلس النواب مجلس الجهات والأقالين بأغلبية الثلثين والأغلبية ثلاث أخماس لنسيت العملية بالتدقيق لأنه مانيشي مهتم ياسر بالنصر الدستوري ولكن قوانين أساسية لا يمكن أن تمر إلا بمصادقة المجلسين يعني العملية التشريعية مش تبقى واقفة إلى تنظيم الانتخابات القادمة هون ينبث بشرة للشعب التونسي الشعب التونسي كان متقلق من 217 نايد في مجلس النواب قال شهاري وامتيازات وإلى خيره لي برشة سرديات غير حقيقية وغير واقعية يعني رددها الإعلام بدون معرفة وبدون دراية حقيقية النواب كانوا يأخذوا أجور أجور مش مرتفعة 217 نايد كانوا متقلقين منهم شوالي عنه 350 نايد تقريبا أكثر أكثر بكثير المنطق يقول أكثر بكثير عندهم 161 هم جايين الانتخابات هذه ثم عندك انتخابات جهوية وأقليمية أنت إذا كان في انتخابات وطنية قسمت الدوائر على مستوى المعتمدية أو لميت زوز معتمديات في دايرة تقريبا معدل 160 على 320 معتمدية يعني تقريبا كل زوز معتمديات يشكلوا دايرة مع بعضهم إذا مش تمشي الانتخابات جهوية محلية انتخابات إقليمية يعني التمثيل يزمو يهبط أكثر من الانتخابات الوطنية يعني تقسيم الدوائر مش يكون أصغر إذا كان يقسم الدوائر بشكل أصغر يعني مش نمشيوا إلى على الأقل ضعف على الأقل في كل المعتمدية يعني ضعف الـ 160 يعني 320 نايب أخرين بخلاف الـ 160 يعني مش نلقاه رواحنا بمجلسين فيهم 500 نايب 500 نايب لا يربط بينهم حتى شي لهم ينتميوا إلى أحزاب كل نايب شاك بالخلاف وحده وكل نايب جاي من منطقة عنده مسالح وحده وتاوا نشوفوا النقاشات والعلاقات والمشاهد اللي عمرنا ما شفناها في البرلمان البرلمانات السابقة لأنه اللي صار فيها موضوعيا عادي حصل في كل البرلمانات يعني الصراعات لكن توا نشوفوا 500 ولا 600 نايب بنفس الشهاري والامتيازات اللي كانوا توانسا يعني هن مش حابينهم على 217 وشي قاورواحهم ب500 ولا 600 نايب وكل واحد خلينا نسألك أخيرا جوهر جبهة الخلاص هي وفق انتخابات ديسمبر 2022 يعني شنو يخط التحرك انتاحا في بني عندها تحرك يوم 10 ديسمبر في سيدي بوزيد عنا تعليه في وقت سابق يعني شنو أفق تحركات انتاحا سنواصل التحركات الميدانية يعني بالنسبة لل الكالندرياء بالضبط يعني من نجمش نقول لك يعني شنو التحرك القادم متى وأين ولكن اجتمل علينا لي 10 ديسمبر في سيدي بوزيد لا فم مشروع لتحرك في سيدي بوزيد في خلال شهر ديسمبر يعني نزلنا ما حددناش التوقيت بالضبط ونحن في تواصل مع يعني المناظرين في سيدي بوزيد حتى ندق العملية ولكن سنواصل التحركات الميدانية هذا هذا سلاحنا الوحيد التحرك السياسي التحرك الميداني الندوة الصحفية البيان الاضراب اضراب الجوع المظاهرة الاعتصام هذه الأدوات الديمقراطية المدنية السلمية التي اخترتها الجبهة ولكن نحن كما قلت من البداية نشتغل في مناخات وفي موازين قوة لا نريد ان نقفز او ان نقوم بعملية هروب الى الامام والاستجابة ربما لبعض الرغبات دعنا نقول رغبات عن حسن نية لانا الاغلبية هي رغبات عن حسن نية نوع من الشعور بالغبن والخوف من انه هذه المنظومة تنتقل من منظومة انقلاب جاري الى منظومة استبداد قائم ومؤسس فثما ندرك هذا ونشعر به نحن أيضا نعرف انه جمهور الجبهة وجمهور الشارع الديمقراطي متخوف كثيرا من هذه المسألة يرى انه ما زالت هناك نافذة يعني نافذة للقنص في هذا الاتجاه نقول انفناتر دوتير حتى لا نؤمن او لا نسمح بانتقال الانقلاب الجاري الى منظومة استبداد قائمة ومؤسسة لانه هذا مش يدخلنا في معركة اخرى صحيح في معركة استراتيجية في معركة تشبه معركة تونس من اجل الديمقراطية اللي قادتها في وقت بن علي مثلا ربما ستكون معركة طويلة كثير من ابناء الشارع الديمقراطي اللي يولدون وانا ايضا لا نريد ان نصل الى هذه المرحلة لانه كما قلت لك مش ندخلوا في معركة اخرى بادوات اخرى وثمنها باغذ جدا وثمنها الانساني ثمنها الحقوقي ثمنها باغذ جدا على مجربة التونسية وعلى مستقبل الاجيال الاجيال في تونس وبالتالي هناك رغبة في ان نتقدم باسرع بسرعة اكبر بزخم اكبر ونحن نتشارك معهم هذه الرغبة ولكن ربما احيانا القيادة ظالمة احيانا تكون في موقع القرار يخليك في في موقع ظالم ظالم لانه رغباتك وارادتك ومهجتك وحاسيسك ومشاعرك في واد وقراراتك يجب ان تكون في واد اخر لانه 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 نشتغل في موازين قوة يجب ان ندرسها بشكل دقيق ليس لنا امكانية الخطأ بشكل دقيق بش نجمو نرتكبو اخطاء ان نخرج عن المسارات اللي حددناها في اطار المقاومة السلمية الديمقراطية القانونية ان نغير نجمع عناصر القوة ونكدس عناصر القوة حتى نقلب موازين القوة ونطور الادوات والاليات بتطور موازين القوة قد نخطأ احيانا واخطأنا كثيرا في هالعام ونص في تقدير الموقف احيانا ولكن اعتقد ان اجمالا نقود العملية بكثير من الحذر لانه كنا قلت نشتغل وعلى الأقل انطلقنا وهذا حتى مع مواطنون ضد الانقلاب ونفس الانتقادات رأي كانت تتقال في ايام مواطنون ضد الانقلاب علاش كل مرة نجتمع ونعملوا مظاهرة ونخطبوا وروحوا الناس اي وانبعد هذا الكل رأوا فاهمين ونحن نفسنا نطرحوا هالأسئلة هذية ولكن كما قلت لكن نشتغل في يعني وضع شعبي في البداية مكانش ايجابي بالنسبة للمقاومة يتطور صحيح قاعد يتغير صحيح وهذا نتيجة انما اخطأناش وانما ارتكبناش اخطاء بل دفعنا الانقلاب الى الخطأ في الكثير من الحالات وضعه تحت الضغط حتى يخطأ وهو مش مقصر في العملية هذه يعني يستجيب في كل مرة في مناخ ايضا اجتماعي يعني حتى الحركة الاجتماعية سواء في السنة الماضية ولا هذه السنة رغم الصعوبات الاقتصادية رغم الصعوبات الاجتماعية رغم الازمة الخانقة التي تعيشها المالية العمومية الا ان الوضع الاجتماعي ما هو شي ناضج كما كان في السنوات وهذا سؤال كبير سؤال كبير يعني عشر سنوات من الحرية والانتقال الديمقراطي عشر سنوات من التحركات الاجتماعية والاضرابات وتعطيل الانتاج وتعطيل وقطع الطرقات ويعني التحركات والصدام طبعا انا شخصيا كنت ادعم كل هذه التحركات الاجتماعية لان كل شخص في تونس يطلب بحق انا معاه نقف معاه ان نعيشو هالأزمة هذية بهالعمق هذا تواسع يعايتو في الشوارع عجوعنا معاتش لقين حتى باش ننخل تناكلو والوضع الاجتماعي ليس ناضجا الوضع الدولي ايضا ليس ناضجا باعتبار انه المجتمع الدولي موقفه الان اجمالا من الانقلاب هو انه رفض لتمشي اجمالا بمعنى نقد متواصل لهذا المسار ما ناخدوش بعض المواقف الجزئية ولكن اجمالا موقف البرلمان الاوروبي الاتحاد الاوروبي الولايات المتحدة الامريكية المانيا تقريبا كل القوى الكندا الاخره هي مواقف تقول بانه ليس هذا الطريق صحيح ولكن ليس موقفا داعما للديمقراطية بشكل واضح وداعما لرغبة الشعب التونسي في ارساء منظومة حرية فعالة اقتصاديا وفعالة اجتماعيا يعني كل المؤشرات تدل على ان نتحرك في محيط صعب نحاول ان نقدر الوضعية ونتطور تدريجيا في ادواتنا وآلياتنا حسب تطور القوى دعينا الكلمة الاخيرة جاهل من بارك الكلمة الاخيرة هو كما يعني الاساسية هو انه اه 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 مسؤولية اعتقد انه على الطبقة السياسية على المستفيدين من العملية الديمقراطية اه اه انه نمر الان نمر الان الى مرحلة جديدة نمر الى مرحلة نرتب فيها الاولويات الوطنية بطريقة صحيحة اه يعني نستغرب كيف ان القيادات السياسية للأحزاب السياسية اه نستمع لما مثلا يقولوا غازي الشواشي عصام الشابي فاضل عبد الكافي غيرهم من القيادات السياسية في توصيف الوضع توصيف دقيق وسليم يتطابق تماما مع توصيفنا للوضع ولكن على مستوى تحويل هذا الموقف الى فعل الى فعل سياسي ناجز وفعال وقادر على تغيير الواقع يجب ان نخرج من هذه المفارقة واعتقد انه انا الاوان بالنسبة لكل الكوى السياسية انها تهتم بهذه المثلات وانها حتى ان يعود اليها رشدها ما زلت متفائل جواه مبارك طبعا متفائل متفائل اكثر من اي وقت في المضاء لانه انا مدرك تماما انه سعيد لا يمتلك اي مقوم من مقومات البقاء رغم انه استمر عام ونص رغم انه استمر عام ونص ولكن لا يمتلك مقومات عميقة للبقاء ويعني وضع اسس لنظام سياسي استبدادي قد يدوم سنوات لا قدراته الذاتية الشخصية قادر انه يفعل هذا ولا المنظومة المحيطة به قادرة على هذا الجميع ينظر الى قيد سعيد كمرحلة انتقالة او كمرحلة مؤقتة بما في ذلك بما في ذلك القوى اللي اليوم يعتقد البعض انها تدعم فيه او او هو يعتقد انها اعتطوا الضوء الاخضر بما في ذلك ماكرون يعني لا اعتقد انهم يعولون كثيرا على قيد سعيد او يخططون لمستقبل تونس بوجود قيد سعيد القيادي في جبهة الخلاص الوطني شك جوهر منبارك شكر جزيلا لك شكرا لكم على حسن المتابعة اتقابل ان شاء الله في حلقة جديدة من اللقاء خاص الى ذلك الحين اترككم في رعاية الله الى اللقاء اشتركوا في القناة